في بث مباشر على السوشيل ميديا خرجت سيدة مصرية بالكدمة وجروح على وجهها والدماء على رأسها وعلى ملابسها وهي تستغيث اشتكت من تعنيف وإيهانة زوجها لها 13 سنوات زواج كان يمنعها من النزول لسوبرماركت كان يضربها على أدفه الأسباب وحين قررت الانفصال عنه هددها حاولا فيكي أشوه وشك بميت نار أرجوكو يا جماعة أنا عدت عشر سنين مطيعة ما مقولش غير حاضر ونعم وبتان وبتبهدل بسبب الرجعية والتخلف والكلام الغابي المتخلف بتاعيه أخلي بالك من عيالك عيالك مش هيتجوز وعيالك مش هيتجوز وعيالك مش هيتجوزين انت مش هتقداري عليه لا أنا هقدر عليه هقدر عليه لو انت وقفته معايا هقدر عليه لو لقيت حد في البلد دي يجيب لي حقي بات اسم مريم عاطف شاكر تريند في مصر بعد مشاركة فيديو الاستغاثة على نطاق واسع كانت تطلب من الدولة والكنيسة تخليصها من زوجها وأبي أطفالها الأربع بعد احتجازها في بيتها خاصة وأنها وحيدة ووالدها متوفي إلى أن وصل الفيديو إلى محافظ بن سويف أن تقتل مريم وكلف وحدة الطفل والمرأة بمتابعة حالتها في إطار القانون أحدث الفيديو جدلا على مواقع تواصل الاجتماعي فهناك من اعتبر أن ما تعيشه مريم يهدد حياتها بلا شك وأن استمرار الزواج في ظل التعنيف الزوجي قد ينتهي بجريمة قط فكتبت رحاء تخرج بالمعروف أحسن والله واحد أتى المرات يا حبيبتي 25 سنة بسبب الضرب ماتت بسبب اتحملي تحملي هي ماتت وهو تسجن والعيال اتكتب عليهم الفضيحة من صغرهم وهبا عبد العزيز اعتبرت أن مريم ضحية للمجتمع الذي يجبرها على السكوت من أجل الأولاد حيث علقت هي دي المشكلة يا مريم تزدئنا لجمل مستحلكة معظم لحوالينا بيرددوها الاستسلام بيدمر وللأسف عدم دعم الأهل بيزيد الطنبلة المؤسسات التعليمية والدينية والأعلامية دورهم مهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة اللي بتوصلنا للنتيجة المؤسفة والمهينة دي من هناك من لاما على مريم وأرجع سبب تعنيفها إليها هي فوجهت مينة حربي لها هذا التعليق شوفي أنت بتعملي إيه غلط أكبرتيه أنه يعمل معاك كده وانت لو فعلا بتسمعي كلامه زي ما تقولي ما كانش عمل كده أنت بتقولي كمان مش بيخليكي تقفي في البلكونة ولا تنزيل السوبر مركز فأكيد في سبب فشاركون أنتم بأرائكم هل تعتبرون أن تعنيف الزوج لزوجته السبب لا يقبل النقاش يستوجب الانفصال بالنسبة إليكم هناك نوع من التبرير المجتمعي لتعنيف الزوجي حفاظا على الأسرة